نبدأ رحلتنا مع حضراتكم في عالم الأدب ولكنه الأدب الموجه الأدب الذي يصنع فكرا في المجتمع يزرع أملا يرصد حادثة ويؤرشفها في ذاكرة الأجيال كجزء من الهوية الثقافية والمعرفية والأدبية للشعوب اليوم مشرقنا الإسلامي نازف فماذا سنقول عن سوريا عن اليمن عن ليبيا عن فلسطين التي هي بوصلة العالم ماذا سنقول اليوم عن العراق الذي يذبح بصمت بصواريخ لا يعرف مصدرها ولا يمكن لأحد أن يحدد اتجاهاتها اليوم نتحدث عن الأدب وعلاقته ببيئة الصراعات ويسعدنا أن يكون معنا إعلامي وأديب وشاعر ومترجم وصديق عزيزي شريفنا بالحضور إلى استوديوهات برنامج الألوان السبعة الدكتور أحمد السيد أهلا وسهلا بك معنا أهلا بكم أهلا بكم خياكم الله سعداء بوجودك معنا دكتور أحمد وسنبدأ مع سادة المشاهدين بهذا التقرير المبدئي حول العلاقة ما بين الأدب وما بين النزاعات التي يشهدها مشرقنا الإسلامي برمته تعيش منطقة المشرق الإسلامي حالة من عدم الاستقرار السياسي والعسكري بفعل عوامل متعددة كلها أسهمت في صناعات الأجواء المشحونة بالأحداث الدامية في بصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا وفلسطين وغيرها وهو ما تطلب واقعا أدبيا جديدا يعيشه المثقف العربي إذا أهده المستجدات الأدب على مدار التاريخ كان صنيعة الواقع ولكن الأسئلة التي تطرح اليوم تتعلق بالأدب ووجهته ومصاراته التفاعلية فهل يا ترى سنرى أدب الأزمات ينتشر بفعل الواقع الحالي؟ إن الأدباء والشعراء والمختصين في سائر الفنون الأدبية اليوم مطالبون بالعمل على وضع توجهاتهم الأدبية لتوثيق الحدث الجاري في عالمنا اليوم وتحويله لقيم مفاهيمية واضحة تمكنهم من الانتقال بالمستويات الأدبية من مضامينها الفارغة والمفرغة إلى فضاء جديد فضاء ينير للشعوب طريقها نحو عالم التحرر وتحفيز النفوس على البذل في سبيل الحرية والكرامة ورفض الاستعباد والذل وعيش المهانة وهنا يمكن لنا أن نتحدث عن مجموعة واسعة من الضرورات الشعرية والأدبية التي يمكن لها أن تتعاطى مع الواقع اليومي أدبياً بصورة غير روتينية وغير مفرغة من مضامين الجمال الأدبي وروعة السياعة وروح التجديد الأدبي المنطلق من رحم المعاناة اليوم نعود للترحيب بضيفنا الكريمة دكتور أحمد السيد الإعلامي والشعر والأديب الفلسطيني أهل المسهلا بك معنا أهلا بكم يبكي على باريس لكن دمعه حجر إذا ما زلزلت أوطاني بعض الأدباء لا يعرفون رسالة الأدب لنبدأ عن علاقة هذا الأدب بثقافة الشعوب وبهويتها الثقافية دكتور أحمد أحياكم الله أولاً شكراً جزيلاً على هذا التقديم الطيب عندما نتكلم عن الأدب ببساطة إذا أحببنا أن نبسط المفهوم الأدب هو عبارة عن تعبير عن الواقع لكنه بأسلوب جمالي بأسلوب جمالي يعتمد بشكل أساسي على اللغة وإذا وسعت الأدب ليشمل الفنون فأدخلت إليه بعض اللحن فأنت دخلت في الإنشاد والأغاني والمسرح والفيلم والمسلسل كل هذا يعني كلها عالة على الأدب كلها تنبع من الأدب فهذا الأدب الذي يعبر عن الواقع عن المجتمع بكل ما فيه من أطياف بكل ما فيه من صراعات من حروب من أزمات يعبر عن الطبيعة عن جمالها يعبر عن الإنسان وهو مادة الأدب في غالب الأحيان وسمي الشعر شعراً من الشعور يعبر عن إنسان بكل ما آماله وأحلامه بأفكاره بتطلعاته بخياله هذا الأدب هو مرآة لهذا الواقع مرآة لهذه الثقافية عندما نقرأ مثلاً الشعر الجاهلي نعرف ما هي طبيعة المجتمع في ذلك العصر من خلال الأدب من خلال الأدب عندما نقرأ روايات الأدباء مثل نجيب محفوظ وغيره نعرف المجتمع المصري في تلك الفترة عندما نقرأ مثلاً الكتاب الفرنسي نعرف المجتمع الفرنسي مثلاً باريس في القرن 16 إذن الأدب هو مرآة الشعوب تستطيع تأريخ من خلاله لذلك كانوا يقولون الأدب ديوان العرب الشعر ديوان العرب هنا أستاذ الكريم كأديب وكشاعر أيضا عندما نتحدث عن الأدباء لديهم دور رسالة في المجتمع بعض الشعراء قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار أحكم فأنت الواحد القهار أراد أن يمجد زعيما أو ملكا أو نحوه فقال مثل هذه الأقوال وهناك من جنح بالأدب باتجاهات أخرى الأدب هو رسالة بالتالي الشاعر والأديب والقاس والروائي أمام مسؤولية اجتماعية في مجتمعاتهم لديهم دور رسالة هذا الدور كيف تقرأه دكتور أحمد؟ بالتأكيد الأدب كموهبة وهابها الله عز وجل لمن يملك هذه الملكة شعران أو غنان أو كذا هي سلاح لكن أين سيستخدمه هذا الأديب هذا الأديب إذا كان ابن واقعه ابن قضيته يشعر بمصاب هذه الأمة بقضايا أمته فعند إذا سيستخدم هذا الأدب سيستخدم هذا السلاح فعلا من أجل تحفيظ هذه الشعوب لكن هناك أيضا شعراء على أبواب الصلاطين يعني استخدموا شعرهم لتخدير شعوبهم لإقناعهم وهناك علماء على أبواب الصلاطين وهناك علماء تخدير لهذه الأمة بالمقابل هناك أشعار تلهب هذه المشاعر تستطيع أن تستنهض الهمة يعني عندما نذكر مثلا بيت أبو القاسم الشابي عندما يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر هذا بيت واحد من الشعر يستطيع أن يستنهض أمة هناك أبيات كما ذكرت يعني أنا لا أحب أتا أن أحفظها سنفهم الصخر إن لم يفهم البشر أن الشعوب إذا هبت ستنتصر وهذه الأبيات القيامية بكل تأكيد كان لها دور ما جرى في سوريا من الألحان والزجل الشعبي الموجود في الفولوكلور كان له أيضا دور في الثورة السورية في مصر يعني كان له دور في فلسطين أنت فلسطيني دكتور أحمد أعطيني نموذج مثلا من الشعب الذي كتبته لفلسطين إذا قلنا أنت أديب فلسطيني تنتصر لقضية فلسطين مثل ماذا؟ ما الذي قد يكتب عن فلسطين؟ يعني إذا أردنا طبعا كتبت عن فلسطين أيام الحروب التي حدثت أيام الحصار في غزة لكن أذكر بعض الأبيات التي كتبتها الآن بمناسبة الانتفاضة المباركة التي تشهدها فلسطين والضفة الغربية مقتطفة من بعض الأبيات طبعا للتذكير هناك انتفاضة في فلسطين وهناك اختحامات يومية تحصل المسجد الأقصى ربما كثير من الناس من شدة البكاء على باريس نسينا هذه القضية تفضل أقول فيها ثارت براكين البطولة والفداء والجيل حط مقيده وتمرد ألقى مخاوفه بجب شجاعة ألقى مخاوفه بجب شجاعة ودعا بمصباح الكتاب الماردة قالوا له هذا عدوك قاهر وسلاحك المهزوم يعلوه الصدى فرآه مقهورا يعاقر ذله لكن رأى عجزا بنا فتمددا فاستل مديته وأطلق عزمه فتحول السكين كابوس العدا وتهالك البنيان كان مزيفا واشتد عود الحق بات مؤيدا سالت دماء الثائرين عزيزة سالت دماء الثائرين عزيزة ولها صدى في العالمين تردد صاغت نشيد النصري صاغت نشيد النصري أملته على سمع الزمان نشيد عز خالدة الله الله هذه أرشفة سمعية بصرية بمعنى تحول إلى عالم السينما تحول إلى عالم الإبداع السمعي البصري دكتور أحمد نحن نتحدث اليوم عن أرشفة نتحدث عن أفكار ونتحدث أيضا عن توثيق لما يجري اليوم بمعنى هذه القصيدة وإن كانت قليلة في عدد أبياتها إنما تتحدث عن فترة زمنية يمكن للإنسان أن يرجع إليها فيفهم طبيعة التوجه النفسي طبيعة العلاقة التي تجمع الشعب الفلسطيني بعدوه الذي يحتل أرضه ماذا عن سوريا؟ هل كتبت عن سوريا؟ هل لدينا شعر دعني أقول هكذا بجواز سفر معين أم أننا أمام شعراء وأودباء اليوم تستفزهم حقيقة هذه المشاعر الدامية الموجودة في أسقاع عالم العربي والإسلامي الشاعر لا يمكن أن يكون أقليمي محلي لا ينظر إلا إلى مصيبته مهما كانت المصيبة في فلسطين مهما كان مصابنا لا يمكن إلا أن تبكي على سوريا والعراق وفرج الله عن بلادنا تتنافس في الأزمات والمآسي هناك مثلا باب من أبواب الأدب بسموه أدب المهجر أظن نحن الآن نعيش مرحلين ستفرز أدب الأزمات لأن الأم كلها تعيش في الشام طبعا بعد الثورة المباركة والدماء التي سالت بعد أن خرجنا أنا كنت أعيش في الشام ففي أول عيد لي هنا في إسطنبول كتبت هذه الأبيات عيد أتى والشام تملأها الدماء والقلب بات من الجراح محطمة والعين ترجو لو توقف دمعها والثغر يرجو لو يطيق تبسما تنضيبنا الأيام ترسم لوحة للحزن تعطي العيد شكلا قاتما وتشع شمس العيد كي تهب الضيا لكن يظل العيد ليلا مظلما وتغرد الأنسام لحن سعادة لكننا نلقاه لحنا مؤلما لكن يطل من الظلام تفاؤل وتضيء آمال فتغدو أنجما وتقولها الأقدار لحنا خالدا لن يستمر الليل مهما أظلمه الله لن يستمر الليل بكل تأكيد مهما استمرت حلكته فهذه سنة ونموس من نواميس الله في الكون سيأتي الصبح بعد حلكة الليل بكل تأكيد بإذن الله الشعر دائما يجب أن يبث الأمل نعيش في أزمات لكن دائما نتفائل بالمستقبل الشعر يجب أن يضمن أشعاره شيء من الأمل بمستقبل أفضل بإذن الله هل الشعر الوطني ينسى قصائد الغزل والحب العذري بوجهة نظريك هل ينسى قضايا الرثاء وقضايا الأخرى أم أنه يبدع في مجاله ليكون إنساناً غسالياً هل لكونه إنساناً غسالياً أو وطنياً أو صاحب واجب عليه أن ينسى فروع الأدب الأخرى ويكتف الجانب الوطني فقط أم أن الشعر إحساس حقيقي يغمره في شتى المجالات بالتأكيد يعني لكل مقام مقال والشعر يكون شاعر في كل حالة فهو الآن يكتب قصيدة رثاء إذا فقد عزيزاً ثم يكتب في الغزل يعني هذا لا يمنع لا يمكن أن يكون الشاعر ذو بعد واحد جميل لا يمكن أن يكون جداناً هل كتب شيئاً عن العراق مثلاً؟ هل كتب شيئاً عن دولنا العربية الأخرى؟ ماذا تحب أن تشاركنا لنحول هذه السانحة من ألواننا السبعة إلى جو أدبي حقيقي دكتور أحمد؟ حقيقة في أحد الأيام كانت زوجتي عادت من زيارة لها فتعرفت على أخت عراقية اسمها شمم فقصت لها قصتها عن ابنتها التي فقدتها وقتلت على أيدي الغدر يعني عندما أتت إلى المنزل وقصت لهذه القصة الشاعر أحياناً يلتقت هذه الصور من واقعه فكتبت في رثاء ابنتها ابنت شمم العراقية قالت قالت ودمع العين يكسر صمتها والوجه تملأه المآسي والألم أنا يا أخي من العراق طريدة والحال كسر غير أن نسمي شمم قلت شرحي لي ما لقيت وما جرى فإذا بدمع العين أبلغ من قلم وتحدرت دمعاتها تحكي لنا عن طفلة كانت دواء للسقم لو هب ريح كي يداعب شعرها كشف الجمال كشف الستار عن الجمال وما علم وإذا الفم الوضاء أبدى بسمة من ذا بربك قد رآه وما بسم كانت لكل الحي شمس حياتهم لكنها كسفت فغاصوا في الظلم خطفت رصاصات اللئام حياتهم فغدت معيشتهم سواء والعدم تركت لنا ذكرى نعيش بظلها ما أفجع الذكرى إذا فقد الحلم هل يستطيع القلب ينسى نبضه من ذا رأى قلبا يدق بغير دم هل تستطيع العين تنسى نورها من ذا رأى عينا ترى وسط الظلم الله 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 يعني هي نوجهها تحيي الآن ربما تكون شمم يعني تسمعنا الآن مع الله كذلك وَلَّف تسمعنا فأهل العراق يسمعوننا وأهل سوريا واليمن وليبيا وكل مواقعنا النازفة عمليا إنما هي إرهاص من إرهاصات المستقبل القادم والآتي وإذا المريض بدأ يتكلم فهذه دلالة على بداية حياته واستعادته لعافيته بكل تأكيد دكتور أحمد اليوم نحن نتحدث عن ثقافة شعوب أنت ركزت على موضوع الأمل الصاروط في سوريا كان يتحدث وينشد كان هناك شعراء في فلسطين كان هناك ناجل علي في فلسطين يرسم حنظل وعقد يديه خلف ظهره لن يصافح محتله ولن يقبل بالتطبيع الأدب يزرع الأمل ويزرع الفكر في الآن ذاته يوجه المجتمع الأدباء لطالما كانوا ترجمان مجتمعهم هذه النقطة تحديدا تغيب عن كثير من الناس يكتبون ليقال كتبوا ولا يكتبون ليغيروا قيمة بالضبط يعني هناك أشعار كما قلنا قبل قليل مثال إذا الشعب يوما أراد الحياة هذا رسالة الشاعر علي محمود طه الذي سارت بقصيدته أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدى هذا قصيدة ترسم رسالة أن تركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤلدة تركهم يغصبونها لطفا ولا تذكر كلمة الجهاد لأنها ممنوعة في الإعلام تفضل تفضل هذه من الأمور المضحكة المبكية بكل تأكيد حتى أنك مطالب أن تنسى ثقافتك الذاتية حتى لا يقال عنك بين قوسين أنك إرهابي أو أنك كذل هذه مشكلة أخرى دائما نكون في رد الفعل فهذه أبيات مثلا ترسم الطريق ترسم ليس فقط إذا تحدثنا عن الأمل عبد الكريم أبو سلم عندما يقول غدا سنعود والأجيال تصدي من لا يعرفها إلى وقع الخطى عند الإيابي يعني هناك أبيات كما يقول أبيات سارت بها الركبان تسير بها الركبان حقيقة وهذا ينبع حقيقة من أن يكون الشاعر صاحب رسالة تتحول الشعر إلى كذا مثلا عندما نقرأ عن نزار قباني وما كتب في الشام يعني هو لا يجاره في ذلك أحد في حبه للشام يا شام إن جراحي لا ضفاف لها فمسحي عن جبيني الحزن والتعب دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي أشكو العروبة أم أشكو لك العربة هذه البساتين كانت بين أمتعتي لما ارتحلت عن الفيحاء مغتربة فتجد الشاعر هو شاعر في حنينه إلى بلده في توجيهه للبوصلة في رثائه في دعمه للمقاومة يعني الشاعر يجب أن يكون صاحب رسالة يجب أن تكون رسالة مصبعية أن يكون إنساناً على أقل تقدير وإذا كان إنساناً سيكون صاحب رسالة بكل تأكيد أن يدمع أن يبكي أن يفرح أن يتألم أن يحس أن يشعر وهذه هي ربما المعاني الرسالية الموجودة في الشاعر ولا يطلب منه أن يكون أكثر من ذلك لأن لكل إنسان ولكل مقام مقال أشكرك جداً الدكتور أحمد السيد الشاعر والأديب الفلسطيني شرفتنا بحضورك هنا وأيضاً بالأبيات التي تفضلت بإلقائها علينا وعلى جمهور برنامج الألوان السبعة ونتمنى أن تكون ضيفاً دائماً علينا ونتمنى أن نكتب إن شاء الله قصيدة النصر قريباً وقصيدة تغيير الأحوال التي نعيشها اليوم باتجاه قصيدة أمل ونصر قريبة تبدو باسمة وتلوح ملامحها في الأفق برغم الضباب الحاصل أحبان الأكارم بعدها شكرنا لضيفنا الكريم نتوجه إلى عالم الكاريكاتور